كيف تقوي ذاكرتك بتلاوة سورة الأعلى وآيات محددة فيها الحقيقة هذه السورة العظيمة أنزلها الله على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأنزلها عليه ليثبته في الحفظ وليقوي ذاكرته في حفظ القرآن وكما تعلمون من أصعب الأشياء حقيقة حفظ القرآن على الرغم من أن أسهل العمل هو حفظ القرآن يعني هو السهل الممتنع فهو صعب جدا على إنسان بعيد عن القرآن ولكن من يقترب من القرآن ويضع القرآن في أول اهتماماته سيكون حفظ القرآن سهلا جدا الحقيقة انتبهوا أحبتي في الله هذه السورة العظيمة بدأت بالتسبيح ونحن نعلم أن أساس الذاكرة عدم النسيان كيف تعمل الذاكرة عندما تستحضر هذه المعلومات ولا تنساها وبالتالي تمتلك ذاكرة قوية عندما تستطيع أن تتذكر فإذا زاد نسيانك كثيرا فأنت تمتلك ذاكرة ضعيفة الله عز وجل قال لحبيبه عليه الصلاة والسلام واذكر ربك إذا نسيت صلى الله عليه وسلم إذن عندما ينسى الإنسان يجب أن يذكر الله عز وجل مثلا يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله يقرأ أي شيء من القرآن يستطيع أن يقوي الذاكرة واذكر ربك إذا نسيت كأن القرآن يريد أن يعطيك رسالة أخي الحبيب أنك لعلاج النسيان ولتنشيط الذاكرة اقرأ القرآن أو أكثر من ذكر الله طيب هذه السورة سورة الأعلى بدأت بالتسبيح فعل أمر وهي آخر سورة تبدأ بالتسبيح من القرآن هناك سبع سور في القرآن بدأت بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذه السورة آخر سورة بدأت بالتسبيح بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى فإذا أنت عندما تقرأ هذه السورة أنت تذكر الله وبالتالي تطبق الآية في سورة الكاف واذكر ربك إذا نسيت الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا دقق معي على معاني هذه الآيات نحن كثيرا ما نقرأ القرآن ولكن لا ننتبه للهدف والمغزى من هذه لماذا أنزل الله هذه الآيات مجرد أن نقرأها ونحفظها لا لنفهمها ونتدبرها ونطبقها في حياتنا العملية اليومية عندما قال لي الله سبح اسم ربك الأعلى هناك ملاحظة مهمة أخي الحبيب يجب أن تتخيل أن الله يخاطبك لأن القرآن نزل لي ولك صحيح هو نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام والآية هنا تخاطب النبي ولكن هذا القرآن أساسا منزل لنا والنبي مبلغ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إذن هو صاحب الوحي ولكن المقصود النبي أولا وكل مؤمن والناس جميعا إذن أنت مقصود بهذه السورة وكل آيات القرآن أنت مقصود بها عندما يقول الله سبح اسم ربك الأعلى يجب أن تستحضر عظمة الخالق أن الله يأمرني تصور مديرك في العمل أو شخص مسؤول كبير أو شخص صاحب مكانة كبيرة وأنت محتاج له ويأمرك بفعل ألا تفعله طيب الله عز وجل يقول لك سبح لذلك هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقف يعني كان يتوقف عند آيات العذاب فيستعيذ بالله من النار عند آيات الجنة وآيات الفضل يسأل الله من فضله كان يتفاعل مع القرآن فلذلك نحن اليوم فقدنا هذا التفاعل نريد أن نعود لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يندمج مع القرآن لدرجة أن صدره له أزيز مثل المرجل كأنه يغلي بذكر الله مفعم بالحيوية والنشاط والتفاعل تفاعل قوي جدا لذلك أخي الحبيب عندما تستحضر عظمة الخالق وتتخيل أن الله قريب منك لا تتخيل بل هو قريب الله هو القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ويقول أيضا وهو معكم أينما كنتم الله قريب مننا جميعا أيها الأحبة قريب بقدرته وعلمه ورحمته وحفظه وستره وكل شيء مهم عندما تتخيل أن الله يخاطبك ويقول لك سبح اسم ربك الأعلى يجب أن تستحضر الأعلى سبحانه وتعالى وبما أن الله عز وجل أعلى من كل شيء يجب أن تنسى همومك وتنسى مشاكلك وتستصغر هذه الدنيا كلها أمام عظمة الله وهذه أول خطوة لامتلاك الذاكرة القوية ما الذي يميز الأذكياء؟ هي خدعة بسيطة أنه يستطيع أن يعزل تفكيره عن الضوضاء الخارجي عن المشاكل المحيطة به ويركز على أمر معين فيتذكر الشخص العادي تجد كثير من الأحداث والمشاكل والأمور من حوله كلها يفكر فيها بنفس الوقت وبالتالي تضطر بالذاكرة ويفقد التركيز طيب هنا عندما تستخضر عظمة الله أنت إن فصلت عن الواقع وهذا أمر ضروري سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى تقول سبحان الله الله خلقني بصورة سوية انظر إلى الكائنات الحية القرود مثلا الوحوش أي مخلوق تجد أنه سبحان الله يعني لا يمكن مقارنته بالإنسان الإنسان خلق في أحسن تقويم في أجمل صورة والذي قدر فهذا طيب يا رب أنا بحاجة للهداية بحاجة أن تهديني لأنني سأمر بامتحان بعد أيام أنا بحاجة أن تهديني لاتخاذ قرار أن أجد عملا مثلا أهتدي لعمل طيب إنسان مريض يا رب أنا بحاجة أن أهتدي للشفاء يعني وأنت تقرأ هذه الآية أخي الحبيب والذي قدر فهذا يجب أن تضع مشكلتك بين يدي الله عز وجل إذا كنت تعاني من مرض من مشكلة في بيتك من ضيق في الرزق من مشكلة في العمل مشكلة اقتصادية مشاكل الدنيا كثيرة تعاني من ظلم إنسان لك زوجة تعاني من ظلم زوجها يا رب اهديني أنت الذي قدرت وهديت فاهديني لحل هذه المشكلة ولا تكلني لغيرك والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله غثاء نحو هذه النباتات من الذي أخرجها هو الله يعني بذور وغبار طلع وأشياء منتشرة في التراب الله يهيئ لها أسباب الرزق يعني هذه النبتة هذه الشجرة الغابات كيف تنمو يعني هل هناك من يزرع الغابات لا هي تنمو بتقدير من الله الذي قدر فهدى يسخر المطر يسخر كل الأسباب لإنشاء هذا النبات ثم يسخر أسباب أخرى لجعله غثاء أحوى ينطمر لونه أسود وينطمر في التراب وبعد ملايين السنين يتحول إلى نفط وغاز وكذا يتخمر وإلى آخري فهذه العملية أخي الحبيب المنظمة جدا من الذي يديرها هو الله طيب هذا الإله العظيم قادر أن يحل مشكلتي أن يهديني لحل مشكلتي أن يهديني لطريق الرزق أن يهديني لأصبر أكثر على هذا المرض أو على هذا الظلم فإذن أخي الحبيب هنا يجب أن تتخيل أنه لا توجد آية عبثا والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى هنا تأتي الآية المهمة التي أنا أنصح أن تكررها كثيرا سنقرئك فلا تنسى ثلاث كلمات سنقرئك فلا تنسى تكررها وتتذكر أن الله عز وجل الذي أنزل القرآن 6236 آية على قلب النبي الأمي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن وأتقن حفظه وتلاوته وفهمه وتدبره والعمل به وكل ذلك بفضل الله طيب هذا الإله الذي يعني وهب حبيبه هذه القدرة على الحفظ قادر أن يهبني قدرة على الحفظ وعدم النسيان سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بمجرد أن تدرك أن الله يعلم ما أخفي في نفسي ويعلم الجهر ما أجهر به ما أبوح به طيب هذه الآية عظيمة أيضا يجب أن أتفكر فيها يعني كل واحد منا له عيوب وكل واحد منا يخفي هذه العيوب والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس طيب إنسان لديه علاقات خاصة مثلا طيب هذه العلاقات حقيقة هو يخفيها علاقات مع نساء أي شيء أخطاء معينة هذه الأخطاء عندما تتراكم في الدماغ تعطل الذاكرة فإذن أنا عندما أعلم أن الله يراني وأعلم أن الله يعلم الجهر وما يخفى أنا سأمتنع عن هذه الأخطاء سأهرب من هذه الأخطاء سأتخلص من هذه الأخطاء وبالتالي الذاكرة تفرغت لأن أحد أسباب تعطيل الذاكرة كثرت العلاقات مع النساء كثرت هذه العلاقات تشوش الدماغ أخي الحبيب وهناك دراسات تحدثنا عنها يعني كثيرا فهنا أنا عندما أقرأ سنقرئك فلا تنسى أتذكر أن الله قادر أن يذكرني إلا ما شاء الله إذن القضية كلها بمشيئة الله الله قادر أن ينسيني المعلومة غير الضرورية غير المهمة وقادر أن يذكرني بالمعلومة الضرورية التي تفيدني وتنفعني في حياتي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرة أنظر هنا أخي الحبيب أيضا هذه الآية أنصح بتكرارها سبع مرات ونيسرك لليسرة ونيسرك لليسرة إذن يا رب يسرني لما تحب وترضى يسرني لاختيار العلم الصحيح يسرني للعمل الصحيح يسرني للرزق الصحيح يسرني لحل هذه المعضلة هذه المشكلة التي استعصت يسرني للعلاج الصحيح ونيسرك لليسرة فذكر إن نفعت الذكر أيضا هذه الآية سبع مرات فذكر إن نفعت الذكر إذن هنا أنا أعلم أن الله عز وجل قادر أن يذكرني وأنا مأمور هنا أن أذكر الناس إذن يجب أن أحفظ لكي أستطيع أن أذكر الناس كيف سأذكر الناس بآية من القرآن وأنا لا أحفظها فهذا يعطيني دافع للحفظ لأن الذي يأمرني هو الله للأسف كثير من الناس يحفظ القرآن لمجرد أن يقال هو حافظ هو لا يحفظ القرآن للتدبر والتفكر ولتغيير حياته بالكامل الله عز وجل ماذا يقول في هذه الآية هذه الآية لو لم أكن أحفظها كيف سأبلغها لكم أحبتي في الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ما هو الهدف ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إذن أخي الحبيب سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى الله يعلم كل شيء إذن أنا سأمتنع عن ما يغضب الله كل عمل يغضب الله أبتعد عنه وبالتالي فرغت دماغي فقط للذكر الله سبحانه وتعالى وبالتالي أصبح لدي مساحة كبيرة في الدماغ من أجل حل المشاكل من أجل معلومات تتعلق بالدراسة معلومات تتعلق للتفوق في العمل معلومات من أجل اتخاذ قرار أفضل في حياتي أصبح لديك مساحة كبيرة هذه المساحة أنت كنت تشغلها بكثير من الأخطاء وكثير من العيوب أنت تخلصت منها لأنك تعلم أن الله يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصطى النار الكبرى ولا ياذب الله هنا القضية لم تعود قضية حفظ ولا تذكر أصبحت قضية مصير إما جنة أو نار يعني أنا حفظ القرآن ليس مجرد مكافأة أو حب ظهور لا لا هنا القضية جنة أو نار كل من لا يتذكر هذا القرآن ولا يفرغ حياته للقرآن سيندم كثيرا صدقوني أيها الأحبة ويتجنبها الأشقى يتجنب هذا التذكر إنسان أشقى ما هي مواصفاته الذي يصطى النار الكبرى ولا ياذب الله ثم لا يموت فيها ولا يحيا بالفعل في النار لا توجد حياة ولا يوجد موت وهذا أصعب شيء يعني لا يقضى عليهم ولا يموتون ولا يذوق فيها الحياة عذاب ثم لا يموت فيها ولا يحيا هنا قد أفلح من تزكى التزكي كل الأعمال الصالحة تزكيك أخي الحبيب على رأسها حسن الخلق بالأسف نحن فقدنا روح القرآن جوهر القرآن وتمسكنا بالقشور بالمظاهر يعني بالمظهر الكلام هذا الجميل بالسلوك لتطبيق مثلا بعض السنن التي تتعلق بالشكل وليس بالجوهر للأسف ومسينا أن الدين ليس قشور قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى انظر بعد كل هذه الآيات ذكرة الصلاة نحن عكسنا الآية الصلاة الهدف منها أن تزيد أن تزداد في حسن الخلق اليوم تجد شخص يصلي وفي الصف الأول ثم يخرج فيؤذي هذا ويغضب من هذا وربما يأكل مال هذا ما قيمة هذه الصلاة ولا شيء صدقوني وليس لها أي قيمة عند الله لأن الله ينظر إلى قلبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى صورتك وأنت واقف للصلاة ينظر ماذا في قلبك إذن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أنت تؤثر الدنيا على الآخرة تفضل الدنيا على الآخرة تجعل الدنيا كل اهتماماتك فيها وتنسى الآخرة مع العالم أن كل آيات القرآن تذم الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا كل مئة وخمسطعش مرة ذكرت الدنيا في القرآن ومئة وخمسطعش مرة ذكرت الآخرة في القرآن نفس العدد توازن إذن القرآن يقول لك اعمل توازن بين الدنيا والآخرة لا تجعل الدنيا تطغى على الآخرة ولا تجعل الآخرة تنسيك واجباتك في الدنيا إذن هناك توازن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إذن هذه القواعد موجودة منذ سيدنا إبراهيم بل ومنذ سيدنا آدم كل الأنبياء ساروا على نفس المنهج كلهم ذكروا الله كلهم اتبعوا نفس القواعد للوصول لمرضات الله سبحانه وتعالى إذن أخي الحبيب بكلمة مختصرة أرجو أن تحرص على قراءة هذه الصورة العظيمة سبح اسم ربك الأعلى لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يحرص على قراءتها في صلاة الصبح بخاصة صلاة الفجر إذن اقرأها كل يوم تدبر معانيها كرر بعض الآيات سبع مرات المهمة التي تدعوك للتذكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميعا الذاكرة القوية التي ترضي الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق